اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجد كل منها متصلا بنون التوكيد غير ان هذه النون مشددة او ثقيلة في الفعلين الاولين وخفيفة في الفعلين الاخرين واذا تأملنا هذه الافعال واحدا واحدا وجدناها جميعا مفتوحة الاواخر ولو اننا اتخلناها في تراكيب اخرى لبقيت اواخرها مفتوحة ايضا ولم تتغير بتغير التراكيب وعلى هذا تكون مبنية على الفتح ومن ذلك نعلم ان المضارع يبنى على الفتح ان اتصل بنون توكيد ثقيلة او خفيفة واذا تأملنا هذه الافعال نفسها في الامثلة الاربعة الثانية وجدنا كل منها متصلا بنون النسوة وجدنا اخر كل منها ساكنا ولو اننا ادخلناها وهي متصلة بهذه النون في تراكيب اخرى لبقيت اواخرها ساكنة لا تتغير بتغير التراكيب وبذلك تكون مبنية على السكون ومن هذا نعلم ان الفعل المضارع يبنى على السكون متى كان متصلا بنون النسوة وليس للفعل المضارع هال يبنى فيها غير حتين الحالتين وفيما عدا ذلك يكون معربا اذا نأتي الى القاعدة ونقول يبنى الفعل المضارع على الفتح ان اتصلت به نون التوكيد ويبنى على السكون ان اتصلت به نون النسوة ويعرب فيما عدا ذلك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى درس ان اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة